أهلا بكم في محورنا الثاني الحديث عن ساعات حاسمة أمام رفح وفق تصريحاتي الاحتلالي على أقل تقدير وتهديداته هل ستم الهدنة؟ هل سيكون هناك سنة ورهات مختلفة في الساعات القادمة؟ وأناقش ذلك كمام عضي في نضار أبو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري بسأخير نضار بيك سأخيرات اشترك وقبل ما أبدأ أو أوصل رفح عمليات للمقاومة على محورنا السريم اللي هو وذكرته أكثر مرة أنت فقراءة للطور الميداني ومن ثم نعرج على رفح وتهديدات احتلال وحقيقة إمكانية اقتحام رفح خلال الساعات المقبلة تماما سعد الله مساء كنتم متابعين الكرام أستاذ محمد اليوم نتكلم عن اليوم 208 من العملية العسكرية في قطاع غزة أي بمعنى أنه بعد يومين ندخل ينتهي الشهر السابع وندخل في الشهر الثامن من هذه العملية العسكرية أطول عملية عسكرية في تاريخ هذا الكيان الصهيوني بالتالي نعتقد في ظل هذا التطور وفي ظل هذه المدة الزمنية الطويلة التي استطاعت فيها المقاومة الصمود أعتقد أن المقاومة تزال في جعبتها الكثير وتخبئ مفاجآت في عملية رفح ننطلق باتجاه الخسار اليوم أمر ملفت عدد الإصابات في جيش الاحتلال وحسب ما أعلن عنه الاحتلال عشر إصابات في صفوف جيش الاحتلال وعلى محور نتسريم قبل يومين كان هناك 14 إصابة بينهم ضباط ثين أحدهم برود بيترائد هذا الارتفاع في الشهر السابع لمسنا نوعا من الانخفاض في عدد القتلى والإصابات في جنود الاحتلال الارتفاع الآن في عدد الإصابات خلال الثمانية وأربعين واثنين وسبعين ساعة الماضية يشير إلى أن المقاومة بدأت تركز عملياتها وبالتحديد على محور نتسريم تكلمنا قبل حلقتين أن المقاومة تضرب مؤخرة قوات الاحتلال في جحر الديك في مؤخرة محور نتسريم وبالتالي هذا يشير إلى أن المقاومة تركز عملياتها على جنود الاحتلال وترفع نسبة الإصابات فيهم الآن إذا ما ذهبنا إلى محور نتسريم الملفت أن هناك قصف على محور نتسريم من قبل المقاومة خلال 24 ساعة الماضية الملفت أكثر أن القصف لم يعد بمدافع الهون أصبح القصف في صواريخ رجوم بالمناسبة حتى تتضح الصورة للمشاهد صواريخ رجوم هي تطوير القسام هذه الصواريخ بعيدة المدى هي نوعين نوع متوسط لمدى 8 كيلومتر ونوع بعيد المدى لمدى 17 كيلومتر وأحيانا يصل إلى مدى 18 بمدى غير مؤثر إلى 18 كيلومتر تتكون صواريخ رجوم من صباطنات أو من صفين من الصباطنات خمس صباطنات علوية وخمسة سفلية وبالتالي هي تعمل عمل راجمات الصواريخ برأس متفجر وزنه من 2 إلى 3 كيلومتر بمعنى أن المقاومة بعد أن استطلعت قوات العدو وبعد أن اتبعت ما يعرف بالعرف العسكري بالإنفورميشن أوبريشن عمليات المعلومات استطاعت الوصول إلى أن قوات الاحتلال تحاول تنظيف المنطقة شمال نتسريم وجنوب نتسريم بمسافة تبعد مدايات الأسلحة المتوفرة لدى المقاومة يعتقد استخبارات الاحتلال أن هذه الأسلحة لا يمكن لها الوصول إلى نتسريم وهي مدافع الهاون سواء الخفيف أو المتوسط أو الثقيل إلا أن المقاومة فاجأت الاحتلال في نتسريم وخرجت للاحتلال اليوم بقصف نتسريم بصواريخ الرجوم هذا يعزز أن المقاومة لا تزال تمتلك أوراق مفاجأة يمكن لها مفاجأة قوات الاحتلال وأعتقد أن هذا ليس كل ما لدى المقاومة قد تفاجئ الاحتلال أيضا بنوعيات جديدة في رفح إذا ما ذهب الاحتلال إلى رفح موضوع نتسريم الآن أصبح مأزق للاحتلال لهو قادر على الاحتفاظ بألويتو الموجود الحديثة التي استلمت محور نتسريم وهي لواء يفتاح ولواء كرمي المدرع وبالتالي هي لا تستطيع البقاء في هذا المحور خسائرها ترتفع على هذا المحور وبنفس الوقت لا تستطيع حماية الرأس المثلث الذي تكلمنا عنه من نفض البلد وهو ميناء أو الرصيف البحري المنوي إن شاءه وبالمناسبة ينتهي خلال الأسبوع الأول أو الثلث الأول كأقصى حد الثلث الأول من شهر أيار من الشهر الحالي كأقصى حد حسب ما معلنا الجانب الأمريكي نعم بقال الأسبوع بتشغل الرصيف وبالتالي نعتقد ما تكلمنا به في الحلقة السابقة من نفض البلد أن قوات الاحتلال لن تصمد كثيرا في نتساريم أعتقد أن قوات الاحتلال فعلا لن تتمكن من الاحتفاظ والتمركز في محور نتساريم نتيجة للخسائر التي تعرض فيها ونتكلم عن فترة خمس أيام هذه الخسائر كلها في خمس أيام للألوية الثلاثين الذي زج بهم حديثا في محور نتساريم إذا ما تحركنا جنوبا نوعا ما إلى المنطقة الأكثر سخونا تصريحات الاحتلال وتصريحات تحديدا بن يمين نتنياهو حول الذهاب إلى معركة رفاح أنا أعتقد أنها قسمت الحكومة المصغرة لبن يمين نتنياهو إلى ثلاث أجنع جناح مع العملية العسكرية وضد المسار السياسي وهو جناح بن غفير وزيموتريش وجناح آخر ضد العملية العسكرية ومع الذهاب إلى مسار سياسي وهو جناح إزين كوت وبني قاتس وهو المعسكر الوطني ويهدد أيضا بحل الحكومة لكن أعتقد أنه غير مؤثر على حل الحكومة والجناح الآخر الذي يدفع باتجاه تأجيل عملية رفاح إلى ما بعد الموافق على مسار سياسي وهو جناح المعارضة التقليدية لبن يمين نتنياهو وهو لبيد الآن في ظل هذا التشابك السياسي وتعقيدات عملية رفاح الميدانية وبروز هذه التعقيدات السياسية أعتقد أن بن يمين نتنياهو أصبح بمأزق كان لابد له من الإعلان عن أننا سنتوجه إلى رفاح حتى لو حدث اتفاق سياسي هنا أنا أود أن أشير إلى نقطة أن التعقيدات بدأت تتصاعد فيما يتعلق بعملية رفاح والمؤشرات تتصاعد فيما يتعلق بعملية الذهاب إلى عملية رفاح الجبهة الجنوبية لن تكون هادئة مع حزب الله لن تكون هادئة إذا ذهب الاحتلال إلى رفاح والاحتلال يدرك ذلك لذلك الموقف لغاية الآن ضبابي أعتقد أن الصورة لم تتضح باتجاه عملية رفاح لكن المؤشرات تتصاعد باتجاه وتدعم أن قوات الاحتلال قد تذهب إلى رفاح لكن ستكون فتورة التكاليف باهضة بالنسبة لقوات الاحتلال أنا معلش ما فيم تشارك نعم معلش الأقرب إيش الأقرب الآن قد تتضح الصورة خلال الثمانية واربعين ساعة القادمة يعني ما في عملية خلال الثمانية واربعين ساعة خلال الثمانية واربعين ساعة لن يكون هناك عملية نحن أمام الثنين وسبعين ساعة فارقة الثنين وسبعين ساعة فيها قلنا من نبض البلد أن عيد الفصح اليهودي انتهى ينتهي فيه ثلاثين وبالتالي حددنا لن تكون هناك عمليات عسكرية خلال عيد الفصح اليهودي الآن يوم أمس انتهى عيد الفصح اليهودي نتكلم الآن عن ثمانية واربعين ساعة فيها ثلاث أمور رئيسية رد حماس والفصائل على المبادرة السياسية جاهزية والانتهاء من مشروع الميناء الأمر الثالث والأهم تحضيرات قوات الاحتلال الميكانيكية والقوات الإسناد لعملية رفع اليوم سمعنا عن خبر الذي قامت المقاومة بقصف مناطق شكول مناطق حوريت ومناطق صوفيا هذا الخبر الذي قد يكون مر مرور الكرام على بعض المواقع أعتقد أنه خبر مهم جدا أن المقاومة عندما تقصف هذه المناطق في داخل قطاع غزة والقريبة من غلاف قطاع غزة هذه مناطق تجمع لقوات الاحتلال وهذا في العرف العسكري يعرف بأنه تدخل في تحضيرات قوات العدو عندما تنجح المقاومة بالتدخل في تحضيرات القوات الاحتلال هذا يشير إلى أن المقاومة تريد إرباك الاحتلال أكثر قبل أن يتوجه إلى رفع إذا توجه إلى رفع يوم أمس أيضا كان هناك مؤشر ارتفع قليلا مع ساعات الليل تقريبا وهو قصف المناطق الشرقية من رفع وبالتحديد تم قصف منطقة الفواخري تم قصف منطقة المواصي وتم قصف مخيم شابورة هذه المناطق الشرقية من رفع هذه تشير إلى أن الاحتلال يريد إما أن يستطلع رد فعل المقاومة أو أن الاحتلال بدأ بعملية قصف يريد الضغط أكثر ميدانيا حتى يأخذ موافقة سياسية من حماس الآن لا نستطيع أن نجزم أن هناك عملية عسكرية في رفع ولا نستطيع أن نجزم أنه لن تكون هناك عملية عسكرية في رفع السبب في ذلك أن ذلك يعتمد على الثمانية وأربعين ساعة القادمة والتي تحمل الكثير من الأحداث وعلى رأسها موافقة أو عدم موافقة الحماس والفصال على المبادرة السياسية يعني ثمانية وأربعين ساعة حتى مساء الجمعة لا جديد حول رفع لن تكون هناك عمليات عسكرية على رفع على الأقل لغاية نهاية الأسبوع الحالي بناء واستنادا على المؤشرات الحالية الموجودة يعني قد تكون بداية العملية السبت؟ إن فشلت المبادرة السياسية ولم تعطي حماس والفصال موافقة على المبادرة السياسية أو أعطى التحفظات على المبادرة السياسية خاصة فيما يتعلق ببند وقف إطلاق النار أعتقد أن العملية العسكرية قد تكون يوم الاثنين أو الثلاث على أبعد تقدير السبب في ذلك ليس اعتباطا وإنما ذلك يعتمد على التايم لاين وعلى التقديرات الزمنية وما يعرف في العرف العسكري بتقدير موقف الوقت لتحضيرات قوات الاحتلال الاحتلال بحاجة إلى فترة أطول من الاستخبارات لجمع المعلومات أكثر عن المقاومة لغاية الآن أنا أعتقد أن الاحتلال لا يزال يفتقر للمعلومات الاستخبارية التي يستطيع من خلالها تحديد مناطق ومراكز الثقل الاستراتيجي للمقاومة في رفع كل ما يصدر عن الاحتلال من تصريحات أن الأسرة موجودين في رفع أن النخب والقيادات الميدانية للمقاومة موجودة في رفع هذه لا تختلف عن التصريحات السابقة التي صدرت عن الاحتلال في معركة خان يونس حين قال أن الأسرة موجودين في خان يونس أن قيادات المقاومة موجودين في خان يونس انتهت معركة خان يونس ولم يستطع الاحتلال لا تحديد عناصر القيادات المقاومة ولا تحديد الأسرة في خان يونس لذلك أنا أعتقد أن الاحتلال يريد كسب فترة الخمس الست أيام لغاية يوم الثلاثاء القادم أو بأقصى حد يوم الثلاثاء القادم إذا فشلت المبادرة السياسية بعدها قد نشهد عمليات عسكرية وهذه العمليات ستركز على المنطقة الشرقية من رفح المنطقة المفتوحة وسيكون محور التقدم لقوات الاحتلال من صوفيا ومن حوريت التي قصفت اليوم على يد المقاومة باتجاه المناطق الشرقية وصولا إلى طريق صلاح الدين ولن يدخل رفح هذه المرة ستكون هناك تكتيكات مختلف الاحتلال السبب في ذلك هناك أعداد كبير من النازحين هناك عناصر نخبة للمقاومة نتكلم عن أربع كتاب للمقاومة وسيتجنب أو يحاول الاحتلال تجنب عنصر المفاجأة من قبل المقاومة من المبكر أن نحكم على شكل المناورة شكل العملية العسكرية في رفح لكن هذه الملامح الأولية لهذه العملية العسكرية في رفح أنا هنا أحذر المقاومة من نقطة غاية في الأهمية هناك مؤشرات وهناك معلومات تتحدث على مواقع التواصل الإسرائيلية أن جيش الاحتلال بدأ يدفع بالنازحين من المنطقة الآمنة التي تم تشكيلها وبموافقة دولية وموافقة أمريكية شمال المواصي وحتى طريق الرشيد بدأ يدفع بهم باتجاه طريق نتساريم بمعنى أن الاحتلال يريد بناء دروع بشرية من النازحين على جنوب محور نتساريم لأنه لا يريد من المقاومة أن تفتح جبهة جديدة في نتساريم وهو منشغل في جبهة رفح لذلك أنا أحذر من هذه النقطة الغاية في الأهمية من تحرك للنازحين باتجاه محور نتساريم حتى لو دع الاحتلال لذلك أو وفر الاحتلال مناطق آمنة للنازحين جنوب أو على محور نتساريم نعم إذن 78 ساعة حاسمة النظر كله إلى الهدنة وانتفاق الهدنة تم أمن تم لكن العملية العسكرية لن تكون قبل منتصف الأسبوع المقبل الأثنين أو الثلاثاء إن قرر الاحتلال دهو رفح ولن يكون اشتياحا كاملا شرق رفح هو الهدف تماما مئة بالمئة أشكرا كل شكر نضال بك أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي شكرا كل شكر أستاذر شرفتني بحضورك كل شكر أستاذر